أهداف هذا الاجتماع هي بدرجة الأولى هي أمنية حسين الأوضاع الأمنية قبل الانتخابات النيابية بطبيعة الحال الخطة الأمنية التي من المفترض أن ترافق الانتخابات النيابية وأيضا الأحداث الأخيرة في طرابلس بعد غرق المركب قبالة شواطئ طرابلس وتبعات هذا الحادث الأليم والتوتر الذي حصل في طرابلس خصوصا وأنه كان البعض متخوف من أن تتطور أكثر هذه الأحداث وأن تمنع هذه الأحداث من حصول الانتخابات النيابية هذا ما كان الكثير من المتابعين يخشونه عندما حصل هذا الحادث الأليم البعض ذهب ليقول بأنه هناك تخوف في الساحة اللبنانية من أحداث أليمة مشابهة ترخي بثقلها على عدم حصول أو على الانتخابات النيابية وتمنع حصول هذه الانتخابات ولكن كل المعطيات الآن تقول وتحسم وتجزن بأن الانتخابات النيابية حاصلة بغض النظر عن أي أحداث تحصل على الأراضي اللبنانية أي توتر وأيضا نذكر بأن بعض التوترات التي حصلت في طرابلس خلال يوم الأحد الماضي وخلال هذا اليوم مساء أيضا حصل بعض التوتر الأمني في مدينة بيروت العاصمة بيروت إذن الوضع الأمني بالدرجة الأولى ما هي الخطة الأمنية التي من المفترض أن تتخذها الأجهزة الأمنية لمرافقة كل هذه الدوائر وأكثر من سبعة ألاف مركز للاقتراع على كل الأراضي اللبنانية طيب ليلى هذا الاجتماع وهذه التطورات هل لها علاقة بالدورية الخاصة بالجيش اللبناني التي قبضت على مجموعة من الأشخاص أثناء الهجرة غير الشرعية بالطبع سيكون هذا الملف مطروح حسين على طاولة المجلس الأعلى للدفاع التهريب غير الشرعي ضبط الحدود البحرية العمل القوات البحرية هذا سيكون من ضمن أيضا الملفات المطروحة داخل مجلس الأعلى للدفاع كون الموضوع هو موضوع أمني القوات البحرية على مدى الأشهر الماضية وخلال السنتين المنصرمتين وبالتحديد بعد العام 2020 وعندما اشتدت الأزمة الاقتصادية هذه عمليات التهريب غير الشرعية اشتدت أكثر وكان هناك مكافحة من قبل القوات البحرية للعديد من محاولات التهريب وسمعنا عن أنه كان هناك أكثر من 38 مركبا حاولت الهجرة بشكل غير شرعي من الشواطئ اللبنانية وتم إيقاف حوالي 70% منها أي حوالي 1500 شخص حاولوا الهروب بطريقة غير شرعية هذا الموضوع سيكون من ضمن أيضا المجلس الأعلى للدفاع وسننتظر هل ستكون التوصيات علنية أم ستبقى سرية هذا منوط بما سيتم اتخاذه على مستوى القادة الأمنيين الموجودين داخل المجلس الأعلى للدفاع برئاسة رئيس الجمهورية